كويس بأن يوم ستة تسعة ده يوم ما تولدت رهام كان فيه موجة حر فظيعة شديدة جدا وهي وإحنا خارجين من المستشفى المستشفى في المهندسين بعد يوم أو اتنين كده من الولادة وهي طفلة مش مستحملة الحر ده وأنا وإمها شايلينها وبنجري بكل الخوف والفزع ندور على أقرب دكتور عشان يشوف اللي أنا كانت في حالة إغماء تقريبا الجنين ده ومن ساعتها وهذا اللون اللي كان غامق جدا قدامي في شهر فبراير من ساعتها والغاية دلوقتي تدرج بكل ألوان الطيف الجميلة والحلوة والرائقة مما أحدثته رهام في حياتنا وبإنها كانت البلسم وكانت المرهم الشافي لمشاكل كثيرة جدا في حياتنا يمكن كانت هي السبب ووجودها كان السبب في إنها اتحلت والحياة تستمر بهذا الشكل هو بيسندتني رقب الكلام ده بعد ما شفتال جثم يعني ده باختصار شديد جدا شديد جدا شديد جدا لا بس أنا الاختصار الشديد جدا ده ده أكدلي حبيب حبيب يعني يعني شفتي يعني مش بس ماما وكمان رهام لا طالح بنتي شامعة بقى لما بتحبي بتحبي زي بابا كده؟ آه زي بابا وماما يعني مامتي مش مادية خالص متجوزت الرجل اللي هو خمش حق التقريب فأنا طلع لها بحب الشحاتين ده كبداية يعني لكن هو أنا تربيت فعلا على القصة دي اللي هم بيحبوا بعض قوي وفايترز وعملوا كده فطلعت غصبا يعني معرفش يعني معرفش ما حبش ماشيت معكي؟ الحب ماشي معكي؟ آآ آآ مشي ماشي الحال الحمد لله الحمد لله وبرضي جبتي حد سغنن كده آآ أنا عندي يوسف وفاروق ولدين آآ الله بس عايز أحكي لحضرتك حاجة على مامتي شامعة لأنها أنا حبيبة أبويا فعلا وإحنا مرتبطين كده فكل شوية كده بما تدغاص شوية وتغير تقولي فاكرة لما شافت تالجسود دي هيا مفكرني بالمواد ده عدد أول باود أصلا إنتي مستوى ما مقالش إنتي قلتيني كان يوم سود لا ما وكان هيقول ما هيقول عشان أنا هقول لو مقالش يعني أنت دائما تقول قدر كده لأنها حقيقة يعني مش كل حاجة الواحد يخاف منها ولا يعمل حسابها بيبقى ده صح يعني الواحد يسيب الحكاية لربنا والدنيا بتمشي وبتتفتح والنتيجة هوا طبعا إحنا دائما نقول حبيبة أمها وإخواتي بحبها وكده وحبيب باباها بقى يعني بابا كان بيتدخل في تربيتك لأن أنت صغنانة فكان هو اللي بياخدك يشيلك كتير بيدلعك بهشتكك كده يغنيلك مثلا يعملك مشهد تريسي مثلا مش عارفة على الغنى بس أنا فكراكو يسأل أنه كان المسؤول الوحيد تقريبا عنه أنا أمامتي مش غاوية خروج قوي ما بتقدرش تنزل كتير يعني هي بيتوتية قوي فهو بقى اللي كان على طول بيخرجني وأنا كانت خروجاتي يعني 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 ملاهي فهو يا حرام يجي معي الملاهي وكنت برضو طفلة شائية ولو إني هادية بس في موضوع أكتف أو في موضوع الألعاب والحاجات دي فكنت مثلا باركب اللعبة بالخمسطاشر مرة ده لترالي يعني يعني مش وهو يفضل قاعد وكده هو اللي يعني كان مسؤول قوي عن فسحي وخروجاتي وياخد صحابي ويخرجنا كلنا بس غريبة ما كانش بيمثل لا كان بيشتغل بس هو غالبا عنده الوقت الكافي إن هو يخرج معاك غالبا كان بيعوض وتركب المراجيح دي والملاهي خمسطاشر مرة بس هو للحق تامر وريم أنا لما خلفتهم ما كانش عندي يعني معنى الأبوة بمعناه الكامل أنا كنا لسه صغيرين ولسه بقى دخلين في المقدر الجديد ودخلين في التمثيل ويعني وجات لي فترة كانت السفريات خارج مصر كتير جداً كنا بنسافر في الخليج وفي أوروبا وفي تونس يعني والمغرب ومدتش حقيقة لتامر وريم قد كافي ما مارسش الأبوة الحقيقة إلا لما جات باريها لما جات ريهام كان الواحد يبتدى يهدأ ويتعقل ويعي الأمور وينضج شوية فابتديت يعني التعامل مع ريهام غير خالص وهي طفلة مع تامر وريم خالص ده على كل المستويات يعني حتى على اسلوب التربية متهيق لي يعني إنه كان مثلا ممكن يزعلهم أكتر مكان أنا كنت يعني اتدلعت شوية وتعاملت باسلوب منهج مختلف في التربية اشتغلتي بقى الدلعة ده في إيه؟ لا هو لغاية دلعة يعني أنا مفيش حاجة بطلبها أبداً بصراعة غير هو بيعملها لي يعني أنا سندة جامد قوي سندة هو ظهري جامد فأنا سندة وبتدلعة لغاية دلوقتي يعني هو أي حاجة أنا عايزها هو اللي بفكر فيه يعني غصب عني أنا جوزي الراجل لطيف وكل شيء بس أنا تعودت على إنه هو هو أنا مرة عملت حادثة فضلت فائقة كده ثواني وكنت متجاوزة قالوا لي إنه أنا في الثواني دي كلمت أبوي يعني هو هو الساب كونشوس عندي والكونشوس وكل حاجة هو ده هو ده اللي أنا عارف إنه لو أي حاجة لا لأنه كان عارف برضو الوضع وهو هو والدي لما بيدخول في حياة أي حد أو أي حد متعرف عليه بيعتمد عليه كده بيحسس إنه هو ده يعني حتى متعالي دلوقتي متعالي جوزي كده أختي كل الناس اللي تعرفوا هو الشخص هو دهر يعني أوه هو الأمان عند الكل حتى أمي بتقول لي مامتي ما بتعرفش تقلب التلفزيون يعني هي معتمد على الإيل دركة هي ما تعرفش تقلب التلفزيون نبت لنا محطة تانية بتنزيله يقلب التلفزيون بالرموت فتعرفش فإحنا هو عودنا على كده لأن إحنا معتمدين بطريقة فضيعة عليه أنت ثلاثة زي بابا أنا شبه شخصيتم تهدي الشيء شبه شخصيتم تهدي الشيء